نجديد صباح كون خير مشاهدين الأكارم إلى لقاءنا الحوار الثاني لليوم اللي خصصنا الحديث تحديدا عن ثقافة العطاء فيقالوا بأن ثقافة العطاء هي ثقافة الحياة الأجمل وفي غالبية المجتمعات فإن دور الأم والمعلم من أكثر الأدوار التي تنتهج ثقافة العطاء للحديث عن هذا الموضوع اسمعوا لي أن أرحب بضيفي الموجود معي هنا في الستيديو الشاعر والأديب نعيم علي مية أهلا وسهلا فيك صباح الخير صباح الخير أستاذ نعيم صباح النورة والله موضوع من نهين يعني موضوع ثقافة الأخذ والعطاء كان عم نحكي أنا وياك تحت الهوى عم نسمع كتير بالمجتمع يقال أنه يا أخي ما في أخذ عطاك اللي ياتو أخذ طب إذا كلا ياتو أخذ مين عم يعطي لا بالبداية أستاذ همام أكيد ما في مفهوم أو ما في اتجاه واحد في قانون الحياة لا تسير في اتجاه واحد ولا في منح واحد موضوع الجميع يأخذ فهذا نظرة سلبية نظرة سلبية بالتحديد وهو إيثار أنانية في نفخ مظلم هو إيثار أنانية وتخيل أستاذ همام أنا مصر على استخدام تعبيرات جميلة يعني إيثار وطائما الإيثار هو هو مفهوم إيجابي ولكن كي نحول هذا المفهوم من مفهوم سلبي إلى مفهوم إيجابي هو إيثار أنانية في نفق الظلمة طبعا هو ثقافة طبعا هي ثقافة لدى بعض الناس هي مفهوم الأخذ تمام مفهوم الأخذ هو قائم على ماذا على حب الأنانية الفردية المتملكة قانون لكن هذه الأنانية الفردية هي حقيقة تعيش مرض نفسي مرض داخلي إذا كانت تأخذ كل شيء كل شيء كل شيء ستصبح ماذا مقتولة بهذا الشيء المأخوز بإنسال بسيط إستاذ عندما أنا أشرب ماء أشرب 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 سأقتل بالماء علما أن الماء هو الحياة الماء الحقيقة هو يعطيني ما أريد أن أخذه إذا يعطيني الحياة أنا أريد أن أأخذ الحياة عندما أنا أستمد الحياة أنا أعطي أي بمعنى هذا المفهوم هذا الاتجاه هذا الطريق الذي هو صاحب مسربين طريقين اتجاهين أخذ وعطى ممكن يكون هناك بعض الناس أنها تعتقد أنها تقوم على مفهوم الأخذ 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 هؤلاء أنانيون وهؤلاء قولا واحدا استاذ وأنت سيد العارفين لأنك بعيد عن كل هذا المفهوم الأناني أنت محب للآخرين أنت تؤمن بثقافة من خلال معرفة الشخصية بك وشيء أعتز به أنك تؤمن بثقافة أنا للآخر وأنا بالآخر للأماني هذا المفهوم الذي يقوم على أنانية الأخذ فقط يصبح هو مقتول بهذه الفكرة وهو إنسان قولا واحدا فاشل قولا واحدا هو إنسان فاشل لماذا لأنه يبني حوله جدر عالية البناء هو لا يحصين هو يموت ضمن هذه الجدر لماذا لأن الناس تمتني عن الاقتراب منه والتقرب إليه لا يمتلك ثقافة المعرفة ثقافة المحبة ثقافة العطاء ثقافة أن الآخر بالآخر أنني أنا مع الجميع أنني أنا أتلقى من الآخر ولكن أيضا أعطي للآخر أي بمعنى أنني أخذ وأعطي فموضوع ثقافة أن الأغلب يأخذ هذه النقطة والنقطة الثانية هناك فرق كبير جدا في تفصيلات ومعاني كلمة الأخذ استاذ همام هناك من يأخذ مال هناك من يأخذ دفع حنان محبة لاستمر طبطة بالشيء بعينه يعني موضوع الأخذ ليس مالي بامتياز قد يكون هو ممكن يأخذ الطاقة الإيجابية من كل ما حوله تماما تماما استاذ هم أنا بدي أتشكرك وعفكرة يعني حديثك وكلماتك ومفرداتك لا تأتي من عفوية تأتي من اطلاع ومعرفة وأنا أشكرك على هذه الزاوية وأشكر القيمين على القناة بشكل عام وكادريها الفني والإدارة الطاقة تحدثت أنت عن الطاقة أنا عندما أنظر إلى اللمبة إلى اللمبة اللي عادي هي المصباح تماما هو ماذا يأخذ يأخذ الطاقة ولكن ماذا يعطيني يعطيني النور صحيح إذن هذه ببساطة أنه يأخذ شيء لكن يعيد تحويله وهنا هذه فكرة يعني جميلة جدا مفهوم التحويل ليس مفهوم التحول مفهوم التحويل كيف لهذه اللمبة أن تعمل على تحويل هذه الطاقة إلى نور ماذا يفعل النور إذن هي إعادة قولة به وهذا هو المفهوم الأساسي لمفهوم الأخذ المرتبط بالمعرفة صح فإذن هو مفهوم قائم على الأنانية هذا لا خلاف علي خليني أربط بثقافة المجتمع خليني خصص خليني أحكي بكل شفافية على أرض الواقع حاليا بعد كل هالسنين الصعب اللي مرقت علينا بعد هيدا الحصار الجائر المفروض علينا صعوبات لحياة هذا الشيء ما فينه وحدا ينكره أبدا قدي مهمة نكرس مفهوم الأخذ والعطاء تحديدا بها المرحلة وأنه نستغله لأمور سلبية قدي مهمة نستغله إيجابيا حضرتك بوجود بالمجتمع أستاذ بالمدرسة بتعلم أجيال قادمة كيف عم تشوف تكريس هيدا المفهوم خليني أحكي لدى الجيل الشاب كونه هو جيل المستقبل هلأ بالضبط هلأ قبل أني يدخل بتحديد المدرسة أو الجيل اللي هاي خليني نحكي موضوع المرحلة الحالية المرحلة الحالية هي جزء من مجتمع من مسيرة مجتمع فنحن بحاجة لأنه نستمر لنستمر هذا الاستمرار لا يكون إلا عبر ثقافة الأخذ والعطاء هذا التبادل يعني أو التبديل خليني نسميه تبديل مرة أخذ ومرة 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 أخذ هلأ هو ليش نحن بحاجة بالتحديد بهالمرحلة ونحن صراحة عايشينا بمثال بسيط جدا جدا هذا الذي ضحى بنفسه لأجل وطنه وتضحية كثيرة ليست فقط تضحية الروح ولا أنك تضحية المال تضحية العمل تضحية كذا إلى آخره هذا الذي ضحى ماذا أخذ أخذ حب الوطن ماذا قدم قدم نفسه روحه ماذا نعكس على المجتمع الحرية السلام المحبة الكرامة أعاد للأرض كرامتها أعاد للإنسان كرامته حيويته إذن هذا الإنسان الذي ضحى الشهيد الجندي إلى آخره المعلم الذي بمقدمتك أستاذ همام وأنت يأخذ العين ليس فقط مقدم وليس فقط معد أنت مثقف للأمانة ومثقف وأنا أعتز بكوني ضيف عندك اليوم ضربت مثالين مهمين جدا الأم والمعلق الأم والمعلق تمام يعني لا يمكن لنا المفاضلة بين دور ودور لأنه المدرسة تحت ضن الأبن والأم تحت ضن الأبن إذن في كلاهما واحد يعني ثقافة المعلم في العطاء هذه الثقافة التي تقوم على تنشئة الجيل على مفاهيم هذا المفهوم اللي أنت بدك يا أنه أنا أحكي كيف هيه هو تنشئة الجيل أو شو المرتكزات وشو نحن كيف بدنا نبني جيل عندما يأتي المعلم إلى قاعة الدرس وهو مضخم ومفعم يعني في عنده طرف ثقافي معرفة بأن هذا الجيل هو استمرار له لكن عليه أن يدرك أنه هو شيء إيجابي فليصدر الشيء لإيجابي عندما يتحدث بكلمات ومفاهيم إيجابية عندما يعزل ثقافة المحبة عندما يعزل ثقافة التسابة عندما يعزل ثقافة العطاء عندما يعزل ثقافة الأخذ باليد ليس الأخذ منه الأخذ باليد عندما يعبر هذا المدرس ويعتبر نفسه أنه هو جسر ينتقل به لهذا الجيل من ضفة إلى ضفة من ماضي إلى حاضر إلى مستقبل منشود عندها يدرك الطالب أن ثقافة الأخذ والعطاء مهمة جدا هذا الطالب يأخذ من المعلم ماذا؟ يأخذ المعلومة لكن ماذا يحولها؟ إلى ماذا يحولها؟ إلى عمل؟ إلى سلوك؟ إلى الطبيب؟ إلى مهندس؟ إلى معماري؟ إلى أي شيء؟ إلى حتى بائع خضار؟ إلى بائع؟ إلى أي شيء؟ هو يعزل الزز هذه الثقافة عبر ماذا؟ عبر التحويق له هذه النقطة النقطة الثانية عندما يرى هذا المدرس كيف؟ طبعا كلنا كنا طلاب كلنا كنا طلاب ما دائما كنا نلتزم بالدروس 100% حتى لو كان 0.1% بالواجبات المدرسية عندما يرى هذا الطالب أن هذا المدرس يتغاضى محبة عن تقسير طالب ثق تماما أنه يعبر عن عطاء المحبة وعطاء فكرة التسامح وعطاء فكرة الاستيعاب وأن هذا المعلم يستوعب التلاميذ بغلاف جميل جدا هو غلاف المحبة هذا القلب الذي يتسع ويكبر 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 حتى يشمل جميع أبناء المجتمع إذن باختصار شديد جدا نحن بحاجة إلى تنشئة الجيل ويكون تنشئة الجيل عبر ماذا؟ عبر تعزيز ثقافة الأخذ والعطاء المتبادل وأساس الرابط بينهما هو عملية التحويل نحو الإيجاب ليس التحويل نحو يعني بمعنى أنه إذا أخذنا نحو التحويل السلبي أنا دائما بأخذ هذا بصير ابتزاز أنا بدي حوله لهذا لمبتز إذا كان آدمي هذا بدي ابتزه فما بصير هذا هلأ من خلال كلام حضرتك أستاذ نعيم يعني لفتني موضوع العطاء المدرس بالنسبة للتلاميذ خليني أحكي عن مفهوم العطاء يعني ممكن أنا عم بفرض سلب ممكن حدا يعطي شيء غير سليم غير صحيح ما يعطي معلومة كاملة يعطي معلومة منقوصة صار هون العطاء غير مكتمل وبالتالي لما تحول على عمل على أرض الواقع هذا العمل ما رح يكون ناجح ما بعرف كلامي صحيح؟ هل هو كلامك صحيح بس أنا أنا بتمنى لمنع ما أني يغص فيه كثير بالسبب لأنه هو تربوي وأنا بهذا هو تربوي خليني أخده عطاء بشكل عام مش مضرور رد الطلاب خليني أخده بالناحية الإيجابية نعم ممكن بإطار عمل معين تماما إذا كان استاذ همام هو يريد أن يعطي فيسجل له هذه القيمة لكن ماذا يعطي كمان هلأ خليني ناخد بالناحية الإيجابية يريد أن يعطي يريد أن يعطي فإذا تسجل له إيجابية للأمانة المخزون المعلوماتي المخزون المعرفي للأشخاص ليس متساوي صحيح هاي نقطة نقطة ثانية إذا تساوت المعلومات في أذهان مجموعة من الأشخاص تختلف في طريقة الإيصال طريقة الترجم أيضا إذن يمكن أنا يكون عندي نفس المعلومة أنا كوني اختصاص اللغة عربية أنه حالات نصب المضارع فرضا أنه هي واحد نين ثلاثة إلى آخره طيب وفلان استاذ لغة عربية واحد نين ثلاثة يدرك المعلومة إذن نحن متساون في ماذا في المعلومة ولكن طريقة الإيصال قد تختلف أو يقصر أو كذا إلى آخره نتيجة معه هذا الأمر إذا أخطأه هنا أو قصره فأنا أعتقد أنه معذور بعض الشيء وليس كل الشيء على شرط أن يتدارك في المرحلة القادمة إذا نبهها إلى هذا الأمر إن لم ينبه كارثة يجب أن ينتبه هو ففرق ما بين أن ينبه وينتبه تمام فهذه نقطة إذا كان هذا الأمر يرح ينعيك السلبا تمام حكيت بالقسم الثاني أنت إستاذ على موضوع رح ينعيك السلبا على الطلاب هلأ أولا عشان ما نروح على موضوع التربية مو بس طلاب على المجتمع في إطار عمل على المجتمع أكيد لأنه هنا يعني مدخلات التربية حقيقة هي مخرجات المجتمع حقيقة يعني هنا الجيل القادم اللي تضلت أنت حضرتك وحكيت فيه معادلة لا ريب فيها تماما فلذلك هلأ رح ينعيك السلبا قولا واحدا رح ينعيك السلبا لماذا؟ لأن الغاية من العمل أي عمل مهما كان إستاذ همام سواء كان الذي رسم هذه اللوحات أو الذي صمم هذا الديكر أو الشيء الغاية منه السعي نحو الكمال والتمام فلكن عندما يكون هناك تقصير في أعطاء معلومة معينة أو شيء رح ينعيكس على ماذا؟ على تمام العمل على تمام العمل لذلك من هنا تأتي الفلسفة وتقول أن الإبداع يكمن في التفاصيل لذلك مسئولية الأستاذ في الصف المدرس في الصف المعلم أستاذ هما هي مسئولية كبيرة جدا جدا يعني يجب أن يكون متخم ومفعم بماذا؟ بالمعلومة ويملن بجوانبها وللأمانة وللأمانة أستاذ ونحن نكرنا الطلاب للأمانة قد نلتقي بعض الطلاب حقيقة هم يتفوقون على بعض المدرسين إن لم يكن متفوق لكنه يسير في درب التفوق وهذا شيء إيجابي نرى أن الطالب ينبه المدرس وأنا حقيقة أتعرض لهذه الأمور كثيرا يعني مثلا فيه كثير من الموضوعات أن طالب ينبهنا لأشياء نحن ما كنا بزهنة مواردة نهائية نهائية فننبهنا لأشياء جميلة نحن بنكون نحن تقولبنا على نمط معين على نموذج معين على رتم معين لكن بنشوف أنه هذا يخرج ويذكرني بماذا بالطائر الجميل الذي يغرد خارج السرب ليبدع فيلفط الأنظار فيسكت السرب ويستمع الجميع لماذا لهذا الطائر الجميل فهذا شيء جميل يعني مو دوما التغريد خارج السرب سلبي لا مو دائما خليلي هلأ أعرف من حضرتك استاذ ناعيم كيف ممكن نعزز ثقافة الأخذ والعطاء وخليني أحكي إيجابيا بالمجتمع تمام لك من فترة كنت عم أقرأ عن حادثة جميلة لفتت نظري وآثارت عاطفتي جدا جدا أن الطفلة الصغيرة ذهبت إلى محل مجوهرات دخلت إلى ذاك المحل فنظرت إلى جوهرة ثمينة باغذة الثمن فقالت له أريد شراء هذه الجوهرة قال لها أنها باغذة الثمن ولا تقدرين على شرائها قالت له أريد أن أقدمها لأختي التي ربتني بعد أن ماتت أمي فأريد أن أقدم لها شيء ثمين وأخذت من جيبها مبلغ زهيد من المال قالت أقدم لك كل ما أملك لأقدم لها لأختي بعض ما تستحق هلأ القصة منسوجة كل ما أملك بعض ما هلأ القصة منسوجة حقيقية لا أعرف ولكن العبرة نحن العبرة فقدم لها هذا التاجر تلك القطعة هدية وأخذ المال احتراما لشعورها ذهبت إلى من إلى أختها وقدمت لها نظرت الأخت قالت هذه بهذة الثمن من أين ما من أين قالت لها قدمت لها كيف ذلك عادت الأخت الكبيرة بالجوهرة إلى التاجر فقالت له أختي لا تقوى على دفع هذه سمن هذه الجوهرة قال لها إن أختك دفعت كل ما تملك لتقدم لك بعض ما تستحقين هكذا هي قالت فهنيئا لك الفكرة أستاذ هم أمن أن نحن كيف نقدم المعلومة كيف نقدم الإيجابية كيف نعزل ثقافة العطاء هذه لما ما أمتلك ما أمتلك هلأ يمكن أنا مثلا فرضا أنا ممكن أحتاج من مثلا من مدير التربية تكريم ممكن أحتاج من الطالب شكر ممكن أحتاج من وزارة التربية تعزيز تمام إذن كلهم حسب إمكاناته هذه نقطة النقطة الثانية خلينا نحن نركز الأضواء ونسلط الأضواء على الأشخاص اللي هننا بيمتلكوا ثقافة العطاء الثقافة العطاء أستاذ همام لا يمكن أن تكون إلا ضمن إطار المحبة لا يمكن لا يمكن باختصار أستاذ رأي الشجرة تمد جزورة بالتربية ما تأخذ من التربية الغذاء الغذاء لذلك ماذا تعطينا تعطينا ثمار تعطينا الأخشاب تعطينا الظل تعطينا الفي تعطينا تعطينا إذن هي تعطينا ما نحتاج إليه في أوقات التعب أنا تعبان بالمسير فحتجت لمين لأني أتظلل وأتفيا هون هذا العطاء اللي عطتني لا يقدر بثمأن أنا مش تهي رمان فاقتفت رماني فأنا عشني هذا الرمان إذن قدمت لي ما أحتاج فيه ظرف أنا في أحوج ما أكون إليه هذا الأمر هذا هذه النقاط للأمانة تعتمد على ماذا على أولا المدرس المعلم طبعا لا أقصد المدرس أو المعلم المدرسة طبعا المعلم الحياتي طبعا لأنه هناك فرق ما بين الأستاذ والمعلم فرق شاسع جدا يعني ليسا مدرسيا ولكن حياتيا وثقافيا ومعرفيا تعتمد على ماذا امتلاك هذا المعلم لهذا المفهوم امتلاك الطالب الاستعداد لأن يتقبل بنعاني من مشكلة أستاذهما وأنت من هلو حكيت عن نقطة الانتقال من مرحلة العمل التعليم المدرسي إلى مرحلة العمل المجتمعي وهكذا هناك أحيانا بصادفك بالحياة سواء كان في أي مكان عمل أو في الحارق أو في الشارع في الجيران في المجتمع بصادفك الناس ما عندهم استعداد أنه يتقبلوا ثقافة أنك أنت عم تعطي فبيعتبروها أنه هو نوع من المبالغة نوع من المجاملة نوع من المحابات عم يتفهما قدم نسمع على طبعا فهلو بيعتبر أنه هذا بيقصين أنه عم يتفهما إلى آخرهم يا أخي أنا عم حاول أني أنا أكون طوق النجاة اللي عم يطلعك من بحر الظلمات صحي أي ظلمات ظلمات النفس المعتمة أنه أنت ما عم تقدر تطلع وتطلع نفسك لنحو مين نحو الآخر فهي بشكلة فبتشوف أنت مثلا هدون شو بيصير عندهم بصيروا بحاربوا نفسهم قبل ما يحاربوا الآخرين مع أنوا بحاربوك بحاربوك ليش مو كرهن فيك محبة بأنفسهم المحبل اللي أنا حكيت فيها بالبداية الإثارة أناعنية في نفق الظلم هاي كارسة هذا الإنسان اللي ما قادر يتقبل منك فكرة أنه أنت عم تمدله يد المساعدة يد المحبة يعني مثلا أستاذ شوف أنت نحن لما بنمشي بالبستان بنشم ريحة الوردة هذه الوردة ما تنتظر مني كلمة شكرا فلذلك هون أهم فكرة بماذا فكرة العطاء فكرة العطاء تقوم أستاذهم على أنني أنسى أنني أعطي يعني ما تنطر مقابل نهائيا نهائيا يعني هلأ العصفور لما يغرد بينطر منك تقوله شكرا برغم أنه أحيانا بعض أنانية الناس مع احترامي للجميع يضع العصفور في قفص يعني ليستمع ويستمتع بتغريده طيب ومع ذلك هذا العصفور يعرف أن نفسه حريته قيدات ولكن يغرد يغرد إذن لا ينتظر مني شكرا لا الوردة ولا شيء نهائيا وحتى الطبيعة حتى حتى النسمات العليلة أستاذ همام عندما تنعش الصدر لا تنتظر مني وطالما أني ذكرت المفهوم النسمات أستاذ رح قول باختصار العلاقة ما بين الأخذ والعطاء هي علاقة حقيقية ما بين الشهيق والزفئر ليس على المفهوم الذي يفهمه الآخر على أن مفهوم الأخذ بلا مقابل أو الأخذ دائما دائما هات 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 عطيني عطيني دائما حتى شوفه لما بدي يأخذ بيستخدم كلمة عطيني ليا حتى يعز الثقافة الأخذ عنده الشهيق والزفير أنت تأخذ من المحيط شيء ولكن بما تمتلك من ثقافة عطاء تحيله إلى شيء آخر هل يمكن للإنسان أن يعيش بشهيق فقط أبدا نهائيا هل يمكن للإنسان أن يعيش بزفير فقط ولا فين يعيش لحاله ولا يعيش إذن لابد أن تكون هناك علاقة بين الشهيق والزفير إعادة إنتاج هذا المكان الصغير اللي يسمه رئتين بيحول هذا الشهيق الزفير إلى شهيق والشهيق إلى زفير بشكل إيجابي طبعا الشعر والأديب نعيم علي ميا أنا بديتشكرك جزيل الشكر على قبولك دعوتنا الصبعي وعلى هذا الحديث خليني انصح التعبير سمي المجتمع الحياتي الجميل جدا مع حضرتك بما يخص ثقافة الأخذ والعطاء بديتشكرك جزيل الشكر على قبولك دعوتنا وعلى الحديث اللطيف شكرا شكرا